اشتركوا في القناة وشامل لمجلس الأمن وأكد السفيرة تمسك المجموعة العربية بالمفاوضات الحكومية الدولية باعتبارها المحفلة الوحيد التوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن سعيا إلى حل يحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من انقبل الدول الأعضاء وشاد المدوب الدائم بالجهود المبذولة خلال الدورة الحالية والتي أثرت المناقشات حول مسألة إصلاح مجلس الأمن وبالنهج المتبع من أجل تعميق الفهم والتعاون بين الدول الأعضاء وأوضح السفيرة أنه على الرغم من وجود تقارب في المواقف تجاه العديد من العناصر بشان إصلاح المجلس إلا أن هناك مزيدا من العمل الذي يجب القيام به لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة حيال العديد من العناصر الأخرى وجدد السفيرة التأكيد على موقف المجموعة العربية وهو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي لمجلس الأمن ترجمة نانسي قنقر